دين السعادة والمحبة والجمال دين السماحة والإجابة والسؤال دين التمسم والحوار بلا جدال فيه التوسط في الأمور والاعتدال ديننا إن الحمد لله تعالى نحمد ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيب أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى كل من اقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد حياكم الله جميعا وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما على طاعته في الدنيا وأن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى محمد في جنته ودار كرمته عدنا إليكم بعد شهرين غياب عن هذا البرنامج الطيب هذا ديننا ينبغي علينا جميعا أيها المكرمون والمكرمات أن نهتم بأمور ديننا ينبغي على المسلمين والمسلمات أن يتعلموا أمور دينهم لأن الله عز وجل سائلهم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة في حلقة اليوم أتكلم معكم عن موضوع مهم كنا قد بدأنا سلسلة عنه في الحلقات الماضية وكانت عن السحر والمس والعين وأتكلم اليوم معكم عن هذا الموضوع ونستكمل هذه الأمور المتعلقة بهذا الموضوع وعنوان حلقتنا اليوم كيف تعرف أنك مسحور؟ علامات تظهر على الإنسان تدل على أنه قد أصيب بسحر والسحر كما تكلمت في الحلقة الماضية هو أمر خفي وهو أذى يتسبب فيه الجن والإنس وهذا فرق بين السحر والمس لأن السحر يكون بتصليط بتوكيل شخص مجرم يذهب إلى شخص مجرم ساحر دجال ليؤذي شخصا ثالثا فيقوم هذا الساحر المجرم الكافر بالله ورسوله بعقد تمائم كفرية وطلاسم وتعاويذ شيطانية يكلف بها جنيا ليؤذي هذا الإنسان وقد ذكرت أن للسحر أنواع منها سحر الرط سحر التخيل سحر المرض سحر الجنون سحر النزيف سحر المحبة سحر التفريق سحر الأرحام وغيرها من الأنواع التي ذكرتها آنفا كيف يعرف الإنسان أن به سحرا إن للسحر علامات يا عباد الله وينبغي على الإنسان أن يتعلم هذه الأمور حتى لا يضل فإذا أصيب بهذا السحر وهو على غير علم به للأسف تجده يذهب إلى دجاجلة إلى سحرة إلى مجرمين إلى نصابين إلى مشعوذين يأكلون ماله ويتسببون في كفره لأن الذهاب إليهم كفر قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد بل وفي الرواية الأخرى الخاصة بالسؤال فقط قال صلى الله عليه وسلم ومن أتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل منه صلاة أربعين يوما تخيل يا عبد الله وتخيل يا أمة الله أنك أو أنك إذا ذهبتم إلى رجل كاهن دجال مشعوذ لن تقبل صلاتكم بل إذا صدقتموه وقمتم بما أمركم به كفرتم بما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك إن الأمر خطير الأمر جد خطير ورب الكعبة ولذلك نحن دائما نقول إن الثقافة الشرعية في هذه الأمر فرض عين فالعلم بالشيء واجب كيف تصلي وأنت لا تعلم فقه الصلاة كيف تصوم وأنت لا تعلم فقه الصيام كيف تزكي أموالك وتحسب زكاة مالك إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول وأنت لا تعلم فقه الزكاة بل كيف تحج أو تعتمر وأنت لا تعلم فقه المناسك كنا في مكة أسأل الله أن يكتب للجميع حج بيته الحرام نرى عجباً أيام الحج فعندما كنا نمشي في شوارع عرفات في يوم عرفة في اليوم التاسع منذ الحجة نجد الناس في توهان في نسيان في جهل عميق لا يعلم حدود عرفة ولا يعلم أحكام يوم عرفة بل يخطئ أخطاء جسيمة وهو لا يعلم ويسألنا إذا رآنا وظن فينا الخير والعلم ويقول يا شيخ كيف أفعل كذا وكذا فأقول يا أخي لماذا لم تتعلم قبل أن تسافر الحج يقول قلت أسأل هناك كيف تسأل هناك وأنت عندك إحرام من بلدك أحكام خاصة بالإحرام فتجد الناس يخطئون في رمي الجمرات في الوقوف بعرفة في المبيد بمنى أو مزدلفة في طواف الإفاضة في طواف الوداع بسبب الجهل ومن علامات الساعة رفع العلم وكثرة الجهل وهذا الموضوع الذي نحن بصدده الآن لابد الإنسان أن يتعلمه لأن بعض الناس يقول يعني أنتم ملئتوش حاجة غير الجن 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 مفيش ورانا غير الجن أبدا نحن نتكلم كدعاء في كل فروع الشريعة ومن هذه الفروع مسألة المس والسحر والعين بل بفضل الله كانت رسالات المجلسير والدكتوراه التي خضناها في العلاج بالقرآن وإثبات ذلك عقلا وشرعا والرد على من أنكر التباس الجنيب بالإنس أو وقوع السحر لأنه ثابت بالقرآن في القرآن والسنة ما هي العلامات إزاي تعرف إنك مسحور بعض الناس يصاب بأعراض غريبة جدا ويأتي إلينا في مركز طيبة أو يذهب إلى غيرنا من الرقاه ليعلم ما به فنحن كرقاه مثل أطباء عندنا أعراض كطبيب البطنة أو الصدر أو العظام عنده أعراض يضع السماعة ونحن نكشف بالقرآن نقرأ الرقية الشرعية على المريض بعض الناس لا يعلم ما فيه فيأتي إلينا ليعلم ما فيه وكيف يعالج ما فيه وبعض الناس يعلم ما فيه فيأتي ليتعالج بالقرآن الكريم والسنة النبوية فكيف تعرف أنك مسحور أولا إذا ظهرت عليك هذه العلامات أعراض كثيرة سأذكرها لكن ينبغي أن نفرق بين الأعراض العضوية وبين هذه الأعراض فمثلا هناك أعراض تتشابه كالصداع بعض الناس إذا أصيب بصداع يذهب مباشرة للراق ويقول لك ده أنا معمول لعمل نقرأ عليه مش معمول له عمل ده مرض عضوي سبب ارتفاع ضغط الدم مثلا فقبل أن تطرق الأبواب وتتهم نفسك أو غيرك بالسحر والمس والعين إذا كان الأمر طارئ يعني مؤقت اكشف عندي طبيب بعض الناس يشتكي من بطن يتقيأ التقيأ له أسباب طبية إما أذى في المعدة إما جرثومة معدة إما ارتجاع في المريء إما التهاب في جدار المعدة إما قرحة في المعدة هذه أسباب طبية يأتي إلي فأقول لو سمحت اعمل تحليل يعمل تحليل بعضهم يجدوا أنه أمر طبي أقول خذ علاجك أنا دكتور في الشريع أوراق شرعي مش دكتور بطنة خذ علاجك يأخذ العلاج ويخف خلاص فالأعراض هذه إذا ظهرت نأخذ بالأمرين أمور الطبية والأمور الشرعية الأمور الطبية عند الأطباء ولا تذهبوا إلى الأطباء النفسيين أنا أحذر وأنا لا أعادي أحدا إنما أغلب أعراض أعراض المس والسحر والعين يظنها الطبيب النفسي أنها مرض نفس ويبدأ يخبط المريض في أدوية فتأك فيقول له هذا ثناء القطب أو شيزوفرينيا أو اكتئاب أو أرق أو وسوس قهري أو برانوية أشياء لا تمت إطلاقاً للمريض لكنه هو لا يعلم أعراض المس والسحر والعين فيروح على طول مديله أدوية ومن ضمن أعراض الأدوية النفسية الانتحار والعياذ بالله فلا تذهب إلى الطبيب النفسي أنا لا أنكر الطب النفسي كراقي شرعي المرض النفسي هو خلال كيميائي في عناصر المخ لكن لا نحكم على ذلك إلا بعد أن نكشف عليه بالقرآن الكريم فإذا لم يثبت أنه مرض نفسي وظهرت معنا علامات المس والسحر أو العين نقول له يا أخي هذا ليس سحر اذهب إلى طبيب عضوي أو اذهب إلى طبيب نفسي لكن مباشرة تتصب بها الأخت وتقول ثماني سنوات وأنا بأخذ دواء نفسي ولا يؤثر فيه أقول لأنك مش مريضة نفسية لأنك لو مريضة نفسية أو مريض نفسي وأخذت العلاج إذا كان موافقاً لمرضك هترتاح ثماني سنوات وهو يأخذ أدوية فتاكة أو تأخذ أدوية فتاكة قاتلة وهو مسحور وتأتي إلينا فنقر عليها في وجود زوجها أو محرامية فتظهر عليها علامات السحر من ضمن علامات السحر الصداع الدائم ركز الدائم الذي إذا أخذت مسكنات ومضادات الالتهاب بندل أو غيري أو كاتفلاي أو المسكنات العادية ما يروحش لا يذهب فنقول له لا نشك إن هذا سحر أو مس أو عيد من ضمنها الأرق الدائم وعدم النوم في ناس ما بتنمش بعض الإخوة يأتي إلي ويقول أخذ أدوية مهدئة هدك بال ولا يمكن أنام والله بعضهم جاءني من إحدى المحافظات يقول 23 يوم ما نمت منظر عينيه من تحتها مخيف يقول ما نمت 23 يوم هل هذا إنسان طبيعي مباشرة سألته هل أخذت مهدئات؟ قال نعم أهلي ودوني إلى طبيب نفسي وعمالة بلبع أدوية للاكتئاب ورميت نفسي من الضرء الأول أعراض جانبية لأمراض لأدوية الاكتئاب من ضمنها الانتحار قلت إيش اللي وداك للطبيب النفسي مباشرة ليه ما عملتش الأول أشعة على المخ رسمه مخ من باب الأخذ بالأسباب وإحنا لا نعادي الأسباب قال تعالى لمريم عليها السلام وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية هي المسألة مسألة أخذ بالأسباب هي امرأة جاءها المخاط لكن الله أمرها أن تأخذ بالأسباب فالمسألة لابد للإنسان أن لا يتسرع وأن لا يهمل أيضا لأن الكثير من الناس إذا أصيب بأمر غريب مباشرة يقول لك دمرض نفسي أو دمرض عضوي ويأخذ أدوية طبية كيميائية ولا يرتاح من ضمنها العلامات التي تظهر على البدن من أعراض السح إذا ظهرت هذه العلامات زي بؤع زرقاء أو حمراء خربيش على البدن هذه أمور ليست عقلية ولا طبية ولا نفسية أنا جاءتني بنت من إحدى قرى محافظتي الشرقية كشفت فقط عن كفها متشرحها كده بسككين قالت جسمي كله أقوم من النوم أجد الدماء تسيل بلا سبب لنا خربشت نفسي ولنا عورت نفسي ولما قرأت عليها في وجود محرمها ظهرت عليها على ما تسهل ولما أخذت زيت الزيتون المرقي الذي سنتكلم عنه في العلاج المقروء علي ودهنت جسمها وقرأت سورة البقرة وياسين والصفات والدقان والجن والسور الجميلة المؤثرة وحافظت على صلاتها وأذكار الصباح والمساء ذهبت هذه الجروح تماماً من ضمن أعراض السحر أيضاً رعش لا إراضية في البدن فتجد الشخص يرتعش بلا سبب وبعضهم يرتعش إذا سمع القرآن جسمه ينتفض يقول لك بموت لما سمع القرآن إذا حصل لك هذا الأمر اعرض نفسك مباشرة على راقي شرعي راقي شرعي مش دجال يقول لك اسمك إيه واسم أمك إيه يديك حجاب من أعراض من علامات الدجال يسأل عن اسمه واسم الأم يقول لك ما تتوضش ولا تصلي لمدة أسبوعين يقول لك خد الحالتيت ده استحمى بيه يقول لك اتبح حيوان في مكان خالي وما تسميش يقول لك ادهن جسمك بدم هذه كلها هؤلاء كلهم أنجاس يقول لك لا تقرأ القرآن اتفضل اتصال حياكم الله اتفضل مرحبا اتفضل يا أختي كنت الشيخ أنا بجينا صدامة قادر على طول ونحبت غمه عليه وغبت في جسمه على طول صداع دائم وانا جزء على مشكل دائما يوم الأربع دين الشكل على طول على طول بيجي لك صداع دائم صداع دائم بيجي لك صداع دائم طيب هجاوبك حاضر هجاوبك صوتك مش واضح لكن أنا سمعت الجزء الأول إذا كان الصداع دائم زي ما قلت خدي مهدئات خدي مسكن بنا دول أو غيره ما تأي دواء مسكن إذا ارتحتي عليه اكشفي مخ وأعصاب هيقسلك الضغط هيعمل لك تحليل سكر هيطلب منك سورة دم كاملة إذا كان الأمور الطبية سليمة دي علامات سحرة أو مس أو عيد اعرضي نفسك على راكي شرعي يقرأ عليك في وجود زوجك أو محرمك أيضا من أعراض السحر الغضب بدون سبب فتجد الزوج زي سحر التفريق مثلا يدخل البيت كره الدنيا كره بيته مش طيق نفسه تتكلم معه زوجته مش طيقها أو العكس تقولك نفور مش طيقاه مش عاوزة أسمع صوته بدون سبب ما في مشاكل بينه وبينه ليه كرهته نقول لها دي أعراض سحرة تفريق أمور كانت طبيعية جاءتني أخت مع زوجها وقالت لي عشر سنوات لا أنام معه في غرفة واحدة بلا سبب رزقنا ثلاثة أولاد ثم انقلب الحال انقلب الحال ولا علاقة زوجية بيننا إلا بالمشاكل والخناءات تقول كشفت عند كل الأطباء نفسية ومخ وأعصاب وده يجرب فيها أدوية وده يجرب فيها أدوية وفي الآخر ما برتعش وظهرت علامات على جسمها آلام ضيق في الصدر ضيق في التنفس من ضمن الأعراض سرعة في ضربات القلب تروح الأخت أو يروح الأخ يعمل أقول له أعمل إيكو اعمل رسم قلب يقول لك مفيش حاجة الدكتور القلب يقول له قلبك سليم مية في المية يقول له دي من أعراض السحر أو المس أو العيد اعرض نفسك على راقي شرعي مفيش راقي شرعي استمع لرقية شرعية مسموعة لكن ما تروحش الدجال ما تروحش العراف يقول لك أنا معايا خدمة هؤلاء المجرمين وأقوله على الهواء الاستعانة بالجن حرام الاستعانة بالجن دجل وطريق إلى الشرك والكفر والشعوذة لا تجوز يقول لك أنا معايا أخي مسلم مسلم إيه إلا عرفك إنه مسلم وتلقي بوذي أو هندوسي أو كافر من قال لك إنه تجوز الاستعانة بالجن لو جازت الاستعانة بالجن لا استعان بهم رسول الله في غزوة أحد كان طلع جن نصيبين خلصوا على المشركين في تقيقة لكن أمد الله رسوله بعون من الملائك في غزوة بد مش من الجن قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله ما قالش للرسول وأعدوا لهم ما استطعتم من جن ما قالش كده والجن مخلوق خفي وقوي لكن الله أمره بالأخذ بالأسباب فلا تجوز أيها الراقي اتق الله يا من تستعين بالجن سينقلبون عليك ويدمرونك استعن بالله قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله فضلي السلام عليكم سيدي عليكم السلام ورحمة الله كنت أقول لك يا سيدي أنا من فترة كنت حضرتك تمرت باكتئاب دور اكتئاب نفسي وخذت وخذت العلاج الحمد لله بالعالمين وكلام ده من مصدقى مشار سنة نعم فسيدي حضرتك أنا كنت الله يحفظك بس قوي أخي أنا لست سيدا لأحد أنا عبد ضعيف إنما السيد هو الله أنا أخوك تفضلي أو يا شيخ أو يا ذكر اللي رايعك صديدة الشيخ حضرتك كنت أقول لك حضرتك وبعدين أنا الحمد لله أنا على يقين وأنا الحمد لله أنا بزاوم على الصلاة الحمد لله يعني على طول من صغري أنا الحمد لله رب العالمين ملتزمة بالصلاة وبالطقوة والحمد لله رب العالمين بس حدثك بعد الدور اللي أنا أخذته يا فنم بجيني دورها الوفا يعني مثلا خوف قوي ده مدى معي خوف خوف رهيب يعني إذا حد من الولاد تتأخر برا أنا عارفة نقص بس أنا هيا أقول بتترعب عليه بدون داعي بشورة قوية وبعدين بتاخدني الأفكار الأفكار السيئة لا بتنازمني أفكار سيئة عليهم دايمة دايمة وساوس في الدين وساوس في الدنيا إحساس بالموت هو مش في الدين الحمد لله رب العالمين هو مش في الدين أبدا معاذ الله لكن وساوس حضرتك النومة هيحسن مقروه هيحسن حالة طيب لما بتتوقع شيء لأن بعض الحالات إذا رأت أحلاما يعني رؤى معينة تحققت في اليوم الآخر أو شافت بعض الأمور لبعض الناس بتحصل هل دا بيحصل لك فصلت طيب أجيب حضرتك أنت قلت أصبت بحالة اكتئاب أعراض السحر تتشابه مع بعض أعراض الاكتئاب لكن لا نحكم على هذا الأمر أنه اكتئاب إلا إذا قرأنا عليك طب إذا كانت حالة نفسية على عيني وراسي روحي لطبيب نفسي يعني لو ثبت أن حضرتك مش ممسوسة أو مسحورة تعرفي إزاي راقي شرعي يقرأ عليك إذا ثبتت عنده أعراض السحر يبقى بعدي تماما عن طب النفس طب إذا لم تثبت أعراض ربما يكون الأمر صدمة نفسية الشك اللي بيسميها يجوز إنك تستعيني بطبيب نفسي لكن ما يزودش في العلاج لأن أدوية الاكتئاب من ضمن أعراضها الانتحار والعياذ بالله الوسوأسها الكثيرة أنا لسه كنت جاي فيها الوسوأسها نوعان نوع نفسي ونوع شيطاني وهي في الأمرين سببها الشيطان لكن النوع النفسي هي اسمها وسوأس قال تعالى من شر الوسوأس الخناس لكن بيكون خلل بسيط في بعض عناصر المخر فالدكتور النفسي الملتزم بالدين ما بيروحش مدي على طول جرعة قوية بيدي نص أرص ربع أرص إذا كانت مش مس أو سحر يعني إذا رحت حضرتك لطبيب لراقي شرعي وقالك إنك سليمة من المس والسحر والعين روح الطبيب نفسي ملتزم دوري لأن أغلب الأطباء النفسيين لا يعترفون بسحر أو مس أو عين إلا من رحم الله فإذا كانت الأعراض أعراض سحر ابعدي عن أدوان نفسية تماما وسلوكي طريق الإعلاج بالرقية الشرعية بالقرآن والسنة طبعا الوساوس نوعان نوع تأتي في العقيدة والدين في الذات الإلهية والرسول وتلاقيه بيصلي وزي الفل لكن تمسك الوساوس دي على طول شوف ركزوا بالكلمة وساوس الوساوس هي أمور كاذبة تلقى في أذن العبد أو سمعه أو في عقله أو في قلبه تعرفي على طول حتى أنا كنت أتناقش مع بعض الأطباء النفسين أقول له يا أخي أنتوا بتسموها وسواس قهري وربنا يقول من شر الوسواس الخناس فعالج بالقرآن ده إذا كان مرض نفسي خلل كيميائي عالج بالقرآن وقل له اسمع سورة البقرة وقراءها وقل له اسمع رقية الشرعية مع جزء بسيط من الدواء أيضا من ضمن أعراض السحر النزيف بالنسبة للمرأة سحر النزيف ينزل الدم بلا سبب وتأتي الأخت وتقول ذهبت إلى طبيب أمراض نسا وأخذت أدوية أدوية فرهيبة للدم بل يزيد النزيف إذا أخذتها وبعضهن قالت أخذت إبر حقا وزاد ولما ذهبت للطبيب مرة أخرى طبيب محترم فاضل فقال لها يا بنتي ده مش طبيعي هذا ما وراء العقل والطبيعة روح الشيخ لإن إحنا جربنا فيك كل الأدوية التي توقف النزيف جاءت وقرأنا عليها الرقية الشرعية والله الذي رفع السماء بلعمت وأنا أحلف لأوضح للناس فضل القرآن اللي يقولك معقول لو سمعت رقية حقف آه هتخف بس بيقين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ما قالش للمسلمين المؤمن اللي عنده عقيدة استرقت بالقرآن حاضر وسمعت الرقية ودهنت بزيت الزيتون ورفع النزيف تماما وشفيت بفضل الله تفضل معنا التصال ألو تفضلي ألو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله زيك يا شيخ أيهم الله يا أختي تفضلي أهلا وسألا بيك والله يا شيخ أنا كان عندك استثار بس بعد إذن حضرتك فضلي أنا من ثلاث سنين أو أربع سنين بالزبطة عديت بمرحلة كده يعني صعبة بالتن يعني مش عايزة أقولك يا شيخ إن أنا ما كنتش حسة بنفسي خالص فسبحان الله كده روحت لبعض المسايخ وكده محدش يعني إدانا علاج كما يجد بس حضرتك أنا كان يعني عندي مشكلة لأنا بحس إن أنا هموت ومخنوقة وخايفة وزي كده نعم وكان كل حتة في جسم تتحرك يعني ما أحترمي يعني للمساعدين بس بحس نفسك أنا بسمع القرآن بحق تشعر إن جسم كله بتحرك فشوية شوية حسرت إن أنا مع بعد فترة يعني إن أنا بحيث ما أسمع القرآن ببقى تمتم بالكلام يعني فهو الكلام يعني مش خويش تمام والسؤال الثاني يعني بعد عيزي وحضرتك في حل ما ممكن تفسره لي أنا لا أفسر أحلام الله يحفظك ولا أنصح بالبحث عنها هتكلم عنها تبعيني كمان دي نقطة مهمة جدا أنا هتكلم عنها طبيعي موضوع الأحلام هجوبك على سؤالك الأول هذه الأعراض والله أعلم أعراض أذى من الجن إما مس أو سحر لكن الموضوع يحتاج منك إلى اهتمام وأنا دائما بقول للأخ الممسوس أو الممسوسة أو الأخ اللي بيه سحر أو بيه سحر يعني أنت لو تعبت مرض عضوي ورحت للطبيب وكتب لك أنت بيوتك مضاد حيوي أو مانتين أو إبياموكس أو إيموكس أو أي بيوتك أي مضاد حيوي قوي وقال لك كل 12 ساعة تخديه بتمشي زي الألف عليه أو لا لا أو بتمشي عليه زي الألف كذلك الراقي الشرعي لو قال لك اقرأي سورة البقرة ويونس ويوسف وطاها والنور يسين الصفات الدخان الجن أو أي سورة من القرآن يوميا اقرأيها ده المضاد الحيوي بتاعك ده الأنت بيوتك بتاعك الشرعي هو ده علاجك لو قال لك اغتسلي بماء مرقي دورة مية مقرؤ عليها رقلة شرعية وعليها شوية مية ورد رحته جميلة واغتسلي بيها بره الحمام فقط النوم وكب المية المتبقية بره في الشرع أو الزرع مش في الحمام ليه ما تعمليش يقول لك أصل الموضوع صعب طب ما أنت عملت بالبع دوة يا سيدي أنت يا أخي الكريم عمال تاخد دوة مش علاجك امشي على برنامج قرآني وأنا بكتب دائما على صفحتي على فيسبوك دال نقطة أيمن علي أو على قناتي على اليوتيوب ليه مقاطع زي كده لعلاج حالات السحر علاج حالات سحر النزيف أو سحر التفريق أو سحر التولى أو سحر التخيل أو الجنون أو المرض تبعي صفحات الرقاه الشرعيين مش الدجالين وليقول لك العالم الروحاني اعرف إنه دجال على طول ما فيش في الإسلام حاجة اسمها لفظة روحاني أيضا من ضمن أعراض السحر الأحلام ده اللي أنا هجاوب الأخت وتركزوا معايا فيها بعض الناس يرى أحلام تتحقق كفلق الصبح أحلام سودة كوابيس أحلام مفزعة ومؤذية لغيرها نقول يا جماعة الأحلام المزعجة دي المتكررة والكوابيس المتكررة سبابها الجن سواء بمس أو بتسليط بتوكيل بسحر يعني نعمل إيه من رأى كابوسا أو حلما مفزعا رقم واحد السنة يدفل عن يساره هوى يبسق ثم يستعيد بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو أعوذ بكلمات الله التمات من شر ما خلق ثلاثا ثم يتحول إلى الجانب الآخر رابعا لا يقصها ولا يبحث عن تفسيرها لأنها إذا عبرت تحققت فبعض الناس يبعث لرسالة يا دكتور أيمن أنا شفت كلبي اسود بيجري ورايا في المنام وبيقطع من جسم أقول يا أختي اتقل لا ما تحكيش تفسيره إيه أو لها ما تحكيش إذا بحثت عن التفسير وحد فسرها لك حتى تتحقق حياكم لا تفضل تفضل يا أختي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته من ضمن أعراض السحر رؤية الزوج لزوجاته بصورة مفزعة يقول لك شايفه كأنها إرد أو العكس غير التفريق في مسألة العلاقة الزوجية غير المحبة يقول لك أدخل البيت أشم ريحة غريبة جدا وحشة جدا أو الأخت تقول أنا بغسل بيتي بالديتول وبمعطرات وادخل ألاقي شقة ريحتها قادرة جدا نقول في سحر في البيت والله أعلم طب نعمل إيه العلاج قرأي سورة البقرة والصور اللي أنا ذكرتها قرأي رقية شرعية على ماء ورش أركان الشقة بالماء دائما استخدمي المسك الأبيض الجميل اللي رحته حلوة نبعد عن الإسود والأحمر والإنجليز المسك الأبيض المعط حب بإلي من دنياكم الطيب هكذا قال رسول الله يكراه جدا المسك الجميل الأبيض حطيه على الملابس وعلى الجسم الزوج كذلك لإني فيه سحر وبعدين إذا تكرر الأمر لأ نعرض نفسنا على رقية شرعية ده سحر تفريق سحر كراهية والعياذ بالله من ضمن الأعراض عدم النوم وإذا نام يجد ضرب على جسمه بعض الإخوة كشف لي عن كتفه كرباج على جسمه طب جم منين يا جماعة النفسين يقولك ده دي ده تهيئات ده دي خزعبلات ده أنت اللي عايش فيه خزعبلات الضرب ده منين المدام ضربته بكرباج مثلا وهو نايم طب بعضهم شباب غير متزوج وجالس لوحده يقول الأخ والله أنا جالس لوحده في غرفة وصحيت لقيت الضرب على جسمي جات منين أعراض أعراض سحر أو تسليت فضل يا أخي موسى السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كنت موت طيب وانت بالصحة والسلام والعفي أستأذن حضرتك بس إلغي تلفزيون علشان الصوت يبقى واضح وكلمني على طول مباشرة حاضر يا فندم يا عم الشيخ أنا معي وقت المدام معك إيه معي وقت المدام سألتك عمو سألتك وما سكد وبعد ذلك كده باتت وفق يعني ودتها لكده شيخ يعني أي أغري يعني سألتك خمس أصفال غيرين يعني هو تعمل سهل تطريج بالموت الشيخ قال إذا سهل تطريج بالموت لكثال المنجوزة لا تموت أي وسامي حضرتك فده الأيام اللي فاتت من جميع ثلاثة أيام طوص أنا فاعتقالي إنه الموت ده بتعرب طبعا لا شك كل نفس دائقة الموت لكن هل السحر يسبب ذلك نعم يسبب ذلك يسبب ذلك فعلا آه يسبب ذلك يسبب أكثر من ذلك وهذا الذي سيأتي معي الآن بعد ما قفل مع حضرتك سحر المرض والموت هذا نوع من أنواع السحر الخطير فنقول لأولادها أو زوجها يسترقوا يتعلقوا برقيا شرعية يوميا يسمعوا الرقيا ويقرأوا سورة البقرة ويستخدموا العسل للنحل العلاجي المقروق عليه وبرنامج علاجي مكثف ستزول هذه الأعراض إن شاء الله من ضمن أعراض السحر تعرف أنك مسحور لو ضعرت على جسمك أعراض مرض عجيبة رحت للدكتور يقول لك ما فيش فيك مرض بعض الإخوة قالي ارتجاع مريء قلت له لو سمحت خذ بالأسباب أنا رجل عقلاني جدا عشان محدش يقول ده المشايخ ما بياخدوش بالأسباب أنا لو تعبت بكشف عند الطبيب وبمرت زي زي غيري فراح كشف قلت اعمل سورة دم كاملة اعمل تحليل اعمل كده اعمل منظار عمل كل شيء الطب قال ما فيش مرض عضوي طيب يبقى دي بتاعتنا بقى تعالى قرأت عليه أعراض السحر كلها أثناء القراءة التنميل الرهيب صراخ بعض الحالات ينطق عليها الجن ودي نقطة مهمة جدا لأن بعض الاخوة والاخوة تقولك أنا الشيخ قرأ علي ما نطأش علي حاجة ده كان زمان لأن تسعة وتسعين في المئة من حالات السحر لا ينطق خدم السحر يخاف يتكلم وبعضهم يتكلم وإحنا مش عاوزين يتكلم وأنا بقول للرقاه الشباب المبتدئين ما تتكلمش مع الجن وهذا ليس من السنة أصلا أنك تقوله أنت منين وعندك كم سنة وبتدرس في كلية وعندك كم عين ومتجوز ولا لا كلام فارغ بيضيع وقتك وبيضيع وقت المريض تتكلمش حتى لو نطق اقرأ فقط بنية الترضي والعلاج فبعض الناس وأغلب حالات السحر لا ينطق عليها خادم السحر أو عار لأن بعض حالات السحر بيبقى تسليط بدون جن وهذا النوع الثاني من السحر الأول سحر التصليط والتوكيل والثاني سحر التمائم والعزائم والتلاصم يعقد ويرش على البيت اللي يقول لك ده أنا خلقت لقيت مية قدام بيتي ونقول للناس ما تظنوش في حد معين لأن الشيطان يجي يقول لك ده يجيب لك ناس بينك وبينهم مشاكل فيقول لها ده سلفتك اللي عملالك ده مرات أخوك ده جرتك ده عمتك وبعضها يقول لها ده جوزك عشان عاوز تتجوز عليك أو بعضهم يقول له ده مراتك عملالك عشان تعاوز تتجوز عليه أفلام أفلام كاذبة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا جيتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن ما تظنش في حد لقيت مية مرشوشة انت شاكك هاتمية ويقرأ عليها الرقية الشرعية وأنا نشرها على صفحتي وموجودة على النت رقية مكتوبة اقرأ قرب المية من بؤك واقرأ ورشها على المية دي فبعض الحالات حالات سرطان أنا جات لي في مركز طيبة حالات سرطان وكانت بتاخد كيماوي والدكتور قال الكيماوي ما بيعملش حاجة بل أحدهم قال لها يا بنتي روح الشيخ الوضع غير طبيعي لما عملت مسح ذري ما فيش أي تقدم ولما جاءت وقرأنا عليها جلسة وجلستان بفضل الله اختفت الأورام السرطانية بعض العقلانيين المخرفين المنكرين للعلاق بالقرآن يقول لك اخترعوا لنا بأه معقول القرآن هيشيل السرطان آه والله يشيل السرطان وأبو السرطان لأن القرآن شفاء لكن احنا مطالبين بالأخذ بالأسباب قال النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله فإن الله أنزل الداء وأنزل لكل داء دواء خذ بالأسباب الطبية طيب ما عملتش شيء ما أثرت فيك خلاص خذ بالأسباب الشرعية الرقية الشرعية اقسموا بالله حالات عجز الأطباء عن علاجها شفاه الله بالقرآن والسنة لأن السحر أصلا هو اللي سبب المرض المرض هذا مش طبي اللي عند الشخص المسعور سبب الجن بعضهم يتسبب في في الموت والقتل بعض أنواع السحر تقتلي يظل الإنسان مريض يجي لي الأخ يقول بقى لي عشرين سنة مش عارفا عندي إيه وأخيرا دلني أحد الإخوة على طريق الرقية فخلوني أجرب جاي تجرب بعد عشرين سنة أقول له طب ليه ما بدأتش زي ما بدأت بالعلاج الطبي ابدأ بالعلاج القرآني معاه ما قلت لكش بطل ما تاخدش دواء تداووا أخذ بالأسباب قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا أباح الرقية وأباح للصحابة أن يرقوا بل دخل على أمنا عائشة فوجد امرأة ترقيها فقال لها عالجيها بكتاب الله وهذا نص صريح ودليل صريح وصحيح لكل من ينكر العلاج بالقرآن فبعض الناس يصاب بأمراض ملهش غرض من ضمن أعراض السحر الربط ربط الزوج عن زوجته تجده إنسانا سليما صعيحا ورزق بالأولاد لكن صيب بربط عن الجماع لا يستطيع أو هي لا توافق تماما نقول هذا ليس مرضا نفسيا ولو رحت للدوى النفسي حيضيعك إنما هذا اسم سحر الربط إما عقد الزوج عن زوجتي أو عقد الزوجة عن زوجها هذه أمور رأيناها منذ خمسة وعشرين سنة منذ أن بدأت العلاج بالرقية الشرعية ومنذ أن جبت عدة دول من دول العالم ورأيت العجب العجاب وذكرت كثير من الحالات في مؤلفاتي في العلاج بالقرآن فليس من رأى كمن سمع لأن بعض الناس يقول لك السحر يتسبب لشخص بالجنون آه هذا سحر الجنون اتصلت به إحدى الأخوات وقالت أخي كان إنسانا فاضلا وابتلي بالجنون فجأة وذهبنا به لكل الأطباء الآن يترك الطهار تماما ضوفر طولت شعر طول يعيش فيه نجاسات بل بعضهم أعزكم الله يتبول في المكان الذي يعيش فيه ويرفض دخول الحمام أو الطهار هذا سحر أو مس سحر الجنون هل الجن يؤثر في العقل؟ نعم يؤثر في العقل والبدن والنفس زمان كان السحرة بيكتبوا في العمل أو السحر واحد أو اتنين يكتبوا مثلا مرض موت الآن أصبح كوكتيل يأتينا ورق السحر لنبطله وطريقة الإبطال سهلة لقيت عمل اللي بسموحي جاب أو أو فكه ورق وأحرقه بالنار وضع عليه ماء مقروع عليه الرقية الشرعية العلاجة معك سهله اوعى تصدق الجهلة اللي يقولك ارميها في مية جارية مية جارية ومية وقفة ايه ايه الخزعبلات دي احرق أبطل إذا كانت عقدا فكها إذا كانت أمور صلبة دقها وضع عليها ماء مرك فتقول أصيب تماما بالجنون ويرفض القرآن تماما معنا التصال تفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بعد إذنك يا الشيخ أتقالك فرمي فضلي عندي بنت عندها 18 سنة نعم وعملنا لها الإشاعات وعملنا التحاليل زي ما أنت تتكلم كده وما فيش حدا ما فيش أي تقدم ما فيش أي تقدم طبي لا ما فيش أي تقدم طبي تمام يعني برضو الجرين عليها قرآن وكده برضو مشايخ تقرأ عليه تمام المستبيئة على طول صداع دايما أيو أنا دايها كده برضو أنا واجتها فدايما عنده الصداع على طول الصداع دي مستمر معايا ما فيش برضو طب لتحاليل ولا إشاعات ولا دو كله ما فيش عملت أشعة على المخ عملت رسم مخ أشعة رونين لا عملت أشعات بس ما عملت الشيء طيب ظهرت في الأشعة أي شيء في المخ لا ما فيش طيب حتى لنت عملت لها رسم برضو زي كده ورسم القلب وكده ما فيش برضو ما فيش حلوخ ما فيش حاجة تطبي حاضر هجاوب حضرتك حاضر اسمعين الحالات اللي زي كده ممكن تطرق باب الرقي الشرعي تروح لراقي الشرعي الراقي الشرعي ربما يكون قليل الخبرة أو ربما عنده خبرة لكن الأخت لم تطبق البرنامج برنامج كامل وأنا بقول للحالات اللي زي الأخت المتصلة دي يا أختي موضوع السحر أو المس مش يومين ثلاثة وسلامه عليكم يعني إحنا لما بنوصف أنت بيوتك لأي مريض مضاد حيوي بنقوله يا أخي الكريم المضاد الحيوي بياخد 48 ساعة في الدم يمشي في الدم علشان يؤثر فاللي عنده مثلا التهاب والحرارة بترتفع ما بنقوله بطل دول خفض الحرارة بنقوله خد خليك مستمر لمدة يومين وانت شغال في المضاد الحيوي والمضاد الحيوي مدته خمس أيام خمس أيام ما تبطلش بيمشي زي الألف طيب المريض السحر أو المس الحالات اللي زي حالة حضرتك نقول لها رقم واحد شهر كامل مستمر على البرنامج العلاجي اللي هيعمله لك الراق الشهر التاني هعمل يوم وريح يوم طيب اليوم اللي هريح فيه مش هريح قراءة وصلاة ومش هبطل ذكر في حاجات أساسية عندك يوميا الصلاة في وقتها أذكار الصباح والمساء السنة الأبلية والبعدية قيام الليل قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم ومرضات إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاته عن الإثم قال ومطردة للدائي عن الجسد قيام الليل حيطرد المرض ورب الكعبة من جسمك حفظوا على قيام الليل احنا بنقول الشهر التاني لو كنا بندهن مرتين في اليوم زيت زيتون مقروع عليه في الشهر التاني خليها مرة واحدة أو يوم ويوم استمري شهر واثنين وثلاثة وعشرة انت عاوزة تتعلقي لأن السحر مش مرض عضوي ده روح خبيثة بتؤذي أو طلسم نجسة طلسم نجس وتماتم تعاوذ نجسة ممكن تبقى مع الإنسان العمر كله أنا جات لحالة شلل من سينة تلاتين سنة مشلول وذهب لتشجلين عشان يتعالج ولم يعالج وما شفاه إلا الله بالرقية الشرعية وتعالج بعد تلاتين سنة وشفاه الله عز وجل لأنه استمر ولجأ للطريق الشرعي معنا اتصال عليكم السلام ورحمة الله حياكم الله يا أختي وحيا الله أهل الصعيد أنا معايا ولدي في الجيش تأس فجأة جاني سلطان عفاه الله جاني من سلطان في النعدة كل الدكات غير بحالة نادرة مجيش في العمر ولدي كان كريس ومحبوب ومحترم مع الناس كله الله يشفي ويعافي يا رب أمين يا رب العالمين فعلا مثل العملية والعملية كان فيها غلط مستشفى جديش وتحول على مستشفى عرقى يعني بيحسن حالته بس اللي هو كل ما بيتحسن بتطلع حاجة جديدة فيه كل ما بيتطلع حاجة يجري تتأخر في الحالة بتاعته تعدني يعني هنا في البيت بيجي بحد الشيء بائد حد أنا عن نفسي مش حامل لأي حد وتفكيري على تفكير سيء أسأل أقوم القيام الليل كله أنا أجيب الليل لحد مرشوش سيصبح علي الحمد لله أنا أجيب والله أعرض الليل يعني وصيانا الحمد لله وربنا يتحمل ثامنا على خير ويشفي يا رب ويعافي أسأل الله أن يشفيه وأنا على صفر ندعو له إن شاء الله عز وجل آمين يا رب العالمين اعرضيه على راقي شرعي آخر لأن الرقازة للأطباء في طبيب سبحان الله ربنا بيدينه قبول وفي طبيب دواهب ما بيكونش فيه قبول وبيكون نفس التخصص ممكن يكون الشفاء في مضاد حيوي أقل في التركيز من مضاد حيوي آخر الشفاء بيد الله اعرضيه على راقي شرعي آخر لعل الله يجعل في دوائه الشفاء وسلوكي طريق الرقية الشرعية لأن هذا والله أعلم حالة سحر مرض مدام الطب عجز عن العلاج والتشخيص وأن الأمر أصابه في وقت غير مناسب لسنه اعرفي أنه سحر على طول فاستمروا في رقية شرعية دائما أسأل الله أن يشفيه من ضمن علامات السحر تعرف أنك مسحور إزاي؟ ألام الظهر الغير طبية بعض الناس تجيلوا ألام في الظهر وتعب في الفقرات وعضلات الظهر من تحت أو من فوق بصورة عجيبة يقول لك جربت كل حاجة بعض الحالات كانت عندي منذ أيام عمل ثلاث عمليات الأخ ورم يطلع خشونة في الفقرات تآكل في الفقرات ثلاث عمليات لدرجة أطباء المخ والأعصاب قالوا له مجيش تاني لو عملت عملية هتموت وسبحان الملك جاء إلي وقرأته عليه وكانت معه زوجته وصاحبه إخوة أفاضل أقسموا بالله فعل أمورا لا يصدقها عقل هم الحد يعني مكان ما استرقاش بالرقية كان معتقد أنه أمر طبي فكان جالس مع أحد الإخوة الأفاضل قرأ عليه فلقى الأمور غير طبيعية رعشة تنميل ألم صداع دوخة ترجيع فقالوا لا 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 الموضوع مش بتاعي روح لراقي متقصص جالي وقرأته عليه وظهرت عليه علامة سحره ونطق عليه عرض السحر السحر الآن بيكتبوا في سحرهم كوكتيل يقول لك مرض وموت وتفريق ونزيف ورب وسرطان أعوذوا بالله كان زمان بيجينا الورقة فيها واحد أو اثنين دلوقتي بيلاقي الورقة أعوذوا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل ليس منا من سحر أو سحر له سحر يعني فعل السحر سحر له فعل له السحر يعني واحد راح لسحر عشان يعمل له واحد مش تسحر أو تكهن أو تكهن له السحر كافر ووجب على ولاة أمر المسلمين أن يقتلوا هؤلاء السحرة ليطهروا بلاد العرب والمسلمين منهم قرأت عليه وكان يصرخ هذه من الحالات الغريبة اللي ينطق فيها خادم السحر وقال مش هخرج منه أنا اللي عمله وعمله 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 ما تكلمت معه قراءة 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 آيات العذاب وآيات السحر وبفضل الله أخذ العلاج وطمأنني على حالته أنه بفضل الله تحسن كثيرا وهيطرق العلاج بإذن الله وأنصحوا كل مريض أن يلجأ إلى الله الدعاء التوحيد أمن يجيب المضطرة إذا دعاه التوكل على الله وإذا سألك عبادي عني فإني ما قال فقل ما فيش وسطة بينك وبين الله قوم كده توضى وقل يا رب أبطل هذا السحر يا رب اشفيلي ابني يا رب من ضمن أعراض سحر تعطيل الزواج أو التجارة البنت توصل لعمر كبير نقول لها اعرضي نفسك على الله وقل يا رب في قيام الليل وبعدين اعرضي نفسك على راقي شرعي يقرأ عليك وتعلق بالقرآن والسنة قال تعالى وقال ربكم دعوني أستجب لكم اوعى تظن في شخص حتى وإن كان أعظم رقاط العالم إنه هو اللي هيشفيك الذي سيشفيك هو الله اللي هيشفيك هو رب وإذا مردت فهو يشفين قال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء أسأل الله أن يشفي كل مريض وأن يرحم كل ميت وأن يعافينا من هذه الابتلاءات ومن هذا البلاء أسأل الله عز وجل أن ينتقم من كل ساحر وأنا أنصح الجميع إذا علمت أن هناك ساحر في الشرع الفلاني بلغ عنه بلغ عنه خايف يبقى بصورة غير رسمية بلغ عنه الشرطة يا جماعة هؤلاء دمروا العالم هؤلاء دمروا الدنيا أقسموا بالله خربوا بيوت شاب يتزوج شهر واحد ويطلق وخمس شهور ويطلق سحر تفريق ويصب بربط وتطلب زوجته الطلاق فنحرص على القرآن ونعود إلى الله عز وجل سورة البقرة ما تقطعوا عاش من البيت طهروا بيتكم من الأغاني والأفلام والمسلسلات عاوزين قرآن عاوزين قنوات ذكر لله قنوات علمية قنوات مجالس علمية مش أفلام وأغاني ومسلسلات ونرجع نقول بيتنا تعبان ليه لا تقطعوا الاستغفار لا تقطعوا الصلاة على النبي المختار القرآن ربوا أولادكم على القرآن والسنة أسأل الله عز وجل أن يشفيكم وأن يشفينا وأن يعافيكم وأن يعافينا من كل جر اللهم احفظ بلادنا مصر من كل مكروه وسوء واحفظ جميع بلاد العرب والمسلمين من كل مكروه وسوء اللهم ارزقنا تطبيق كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم عافنا في أبداننا وعافنا في أسماعنا وعافنا في أبصارنا وعافنا في بيوتنا وعافنا في أهلنا اللهم احفظنا من كل شيطان وعامة ومن كل عين لامة ومن سحر ساحر وعين عائن وحسد حاسد وكيد كائد وحقد حاقد ومسي شيطان وجن أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دين السعادة والمحبة والجمال دين السماحة والإجابة والسؤال دين التبسم والحوار بلا جدال فيه الطوى والصوت في الأمور والاعتدال ديننا ديننا دين السماحة والجمال اشتركوا في القناة